بس انت شكلك مش مقتنع انها قتلت ونرمينا ولا انا غلطان والله ما بقيت فرق ياهاب المهم دلوقتي انهم قابضوا عليها وحتتتحاكم وحساني انها هتاخد قادم طب ليه مش عايزة تقليب الصفحة؟ مش عارف ممكن عشان حاسس ان في حاجة غلطة او حاجة غلبة عارفة بغمي اني مفروضة اكون جنبك وبسندك لكن انا حاسس زيك بالظبط زيك يعني ايه؟ حاسس المراده ومشيه ان قتلته برضو غريبة مع انك عمرك ما عدت معه ولا اتكلمت معه ولا شفتها قبل كده بس مجدة مقتنعة جدا 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 اه ده بقى اللي هيجنني مجدة بتتكلم عليها كأنها شافتها بتقتله متلبسة حاجة غريبة جدا ولا غريبة ولا حاجة لو في مصلحة يا سلام وهيكون مصلحة مجدة ايه؟ تغلوش تعمل شبورة عشان تعمل عيون عن حاجة عايزة تخبيها عن الحقيقة اللي عايزة تخفيها ردوة حققت لها ده تغلوش ايه؟ انا مش فاهمك ما تتكلم على طول وانت في حاجة تعرفها انا معرفهاش يا اهب من اول ما قابلت مكتب مكتبها وتكلمنا وانا مش ميرتح لها خالص حاسنت ان في حاجة هي مخبيها انا احساسي عمره ما بيكتب الاحساس ده خلت جملة دي تدور في دماغي وتتردد فضلت وراها لحد ما وصلت وصلت ان ايه معا؟ سألت مجموعة من اصدقائي المحامين سألتهم عنها واحد منهم وصلني لمحام صغير كان شغال في مكتب مجدة لحد ما سابها السنة اللي فاتت عشان يفتح مكتبه الخاص محامي ده هو اللي عرفني الهلاقة بين عصام ومجدة علاقة ايه بس ايه؟ ما طبيعي فيه علاقة مجدة محامية عصام؟ عصام ومجدة تجاوزوا في السر ست شهور يا نرمين طبعا انت ولا تعرفي حاجة عن الكلام مش نعصى مصايب اكتر من كده اللي بيحصل ده كتير هاليجي بس انا مش قادر اسكت المحامي ده وراني صور من عقد جواز عصام ومجدة موسقة بالتاريخ في الشهر العقاري محتفظ بها زي وزي اي محامي ما بيحتفظ بالمستندات عشان يستغلها في وقت اللزوم الصور دي موجودة لو عايزة تشوفيها اوريهالك مجدب تخدعك بتلعب بيكي طول اللوقتين نرمين وانا معمدش هقدر اسكت انت لازم تعرف الحقيقة عشان تعرف مين عدوك ومين اللي معاكي نرمين نرمين سمعاني معايا نرمين اشترك في بقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه وتسعة وتسعين قرش اشتركوا في القناة